اشتركوا في القناة واحد اسمه عايش في المواجع بيقول دكتور انا عملت علاقة غير شرعية بدون واقعي مضى من العلاقة سبوع وصار علي التهابات في الغدد بتيجي وتروح لمدة اربع شهور ولكن ليس هناك اعراض تاني مش عارف هو فين السؤال طي يعني عايش تسألني تقول عندك الاصبت في الفيروس ولا لا نرجع ونقول ان التشخيص بتاع فيروس الايدز مش بالاعراض وانما بالتحليل اخونا تاني عايش في المواجع دكتور انا عملت نفس الكلام بعيده مرة تانية بس هنا اريد ان اعرف هل هناك اي شيء يسبب هذه الالتهابات غير الايدز اه في حاجات كتيرة بتسبب الالتهابات غير الايدز اي نعم الالتهابات الالتهابات في الغدد يمكن يكون عندك جروح يمكن يكون عندك اه 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 اني نعم الغدد هل هي الغدد دي في الرقبة هل الغدد تحت الباط هل الغدد في الرجلين اه الغدد دي عبارة عن لما بتتضخم ممكن تكون نتيجة ان هي بيترصب فيها او بيصب فيها اللينف اللي جاي من الاماكن الملتهبة او الاماكن اللي فيها انفكشن فاي سبب من دول ممكن يتضخم الغدد اللينفوية واحد تاني اسمه تري سان دارف هل تحليل الايزا بعد تلاتة وعشرين يوم بعد تلاتة وعشرين يوم سلبي ينقص نسبة اصابتك بالايدز اه لا هو بعد تلاتين يوم بيكون يعني دقته خمسة وتسعين في المية لان هو التحليل بعد تلاتين يوم بيكون المضاد ظهر بتاع اللي هو تحليل الايزا بنكشف به المضاد لفيروس الاتش اي في احمد عبدالله احمد عبدالله اهلا بك يا احمد يا دكتور هلال انا من متابعيك اهلا بك يا سيدي وانت مصدق عندي طيب اي سؤال معي احب اسألك اهلا بك اسأل سؤال يا دكتور هلال انه في مخترع مغربي اخترع عقار يعزز المضادات الحيوية اختراع يعزز ده يعني يعزز المضادات الحيوية بالزيوت الطبيعية هل فعلا موجود العلاج وزحيح ينفع للبكتيري للبكتيريا المقاومة وانه يعزز جميع المضادات والله انا ما سمعتش يحمد عن هذا الاختراع فيريد تبعث لنا الصفحة او الرابط اللي بيشرح هذا الكلام عشان نقرأه لان لا استطيع ان افتي وانا لا اعلم شيء عن هذا الاختراع واحد تاني اسمه ايه ممر دغ الاعداء طيب يا سيدي ما شاء الله عليك دكتور هلال اصابته بالدرن رأي بالسول يعني قبل اربع سنوات وتم معالجتي فطرة سنة وثلاث شهور حيث كنت قعاني من تعرق كثير وبلغم اصفر وطيبت الحمد لله والحين بدأت اتعرق اثناء النوم وخروج ماء من الانف شفاف هل هذا درن ام لا لا اما اول حاجة ده يعني اعرق وخروج ماء من الانف يعني مش درن هو درن زي ما انت قلت قبل كده كان اه تعرق وسخونة وحمة وكحة وبلغم اه مصفر لكن عشان نتأكد بتعمل التحاليل والاشعة تحليل للبلغم مزرعة للبلغم عشان تبين التيبر التيبر كلب باسلاي واشاعة على الاكس راي اشاعة اكس راي على السدر علي احمد السلام عليكم عليكم احلى دكتور في الدنيا والله حضرتك كل محتاج اجابة سؤال من ناحية علمية حضرتك بتطلعلي في اول نتائج البحث يلا الحمد لله يا سيدي يعني تقصد اما بتبحث في جوجل ولا حاجة احنا بنطلك كده على طول يلا هذا من فضل ربي ربنا يزيدك من علم معلش السؤال بقى يا سيدي السؤال بعيد عن موضوع حضرتك بس اتمنى تساعدني زي ما تعودت منك طب اتفضل عايز اعرف اسمي تحليل يكون دقيق اقدر اعرف من خلاله ما هي الفيتامينات والمعادن النقصة في جسمه وشكرا لك انا جاوبته قلتله يعني بالتمن التحليل هو في التحليل اسمه complete blood chemistry وممكن يبقى يأكد عن مختبر ان يشمل المعادن والفيتامينات المهمة في الجسم لكن بدل ما تعمل التحليل ده وتصرف عليه شوية وشويات بالفلوس دي يا سيدي رح كل حط ضيف على اكلك كل يوم شوية فواكه زي كده الموز والبرتقال والتفاح وشوية خضروات زي الخص والخيار والطماطم كل يوم لمدة اسبوعين تلاتة اكيد في البعد كده جسمك هيبقى في كل المعادن اللي انت محتاجها ومش تحتاج تعمل تحليل عشان تتأكد دي كده ايه الاسئلة اللي جات خلال هذا اليوم وبقى فيه اخونا السؤال ده بقى كنا جوابناه في فيديو قبل كده فما ليش لازم ان احنا نعيده وربنا يا عافق جميع وكل سنة انت طيبين بمناسبة السنة الجديدة وان شاء الله ما نشوف كو الا وجميعا في صحة طيبة وفي احسن حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة